في حاجتين كبار جداً بيضي العيان لدخوله الألم والدم اللي بيقول أي مقدر الشعب في بيتها مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسين موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي ستة مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كليد طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأي الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة أستاذنا العزيز وقيمة الأنمال الكبيرة وفخر العرب في الأمراض الباطنية أهلا بك أستاذ أهلا بك أيضا هذا يوم عيد الله يحفظك أمريكي ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشك ليه حضرتك ترت الشك اللي عقل والله موضوع لازم أن أصل فيه ناس كتير قوي مش فاهمة يعني واحد عنده شك وده خطوط ما تفهمش دي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده عتبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للدكتور حنقول بعض النقاط حتنفحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما انت بتقول أو في الممارسة يعني هو شافه عين إمتى يقول ده شكت إمتى يقول عنده شكت يعني مش كل عين ده خطواطي لأ مش شك فده مهم موضوع مهم أول حاجة دي في النشاء التعريف ما هو الصلة فيه تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بتنقبل غلط بقول لك الشكتور واحد ضغطه واطي الضغط الواطي أحد ما ظهر شك لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه مية على ستين وتسعين وماشي على رجاليه زي الفولن هاي الشكتور تمام شك هو كمية الدم اللي رايحة الأنسجة قليلة بس بقيت شكت تقول لي طيب نعرف منين اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى خلاص هو ضغط الواطي ده احنا كلنا متفقين عليه انا هاختار نسيج الكلا يبقى اول مظاهر شك النبوله يقل لان الكلا مش هاتش تغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشك يعني نقص ارتواء الأنسجة لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط الواطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الأنسجة مش ياخد دم وطبعا من أنسجة الواطحة جدا نسيج الكلا الكلا مش هيجيلها دم البول حيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين يعني هو ولا يتقال عليها الصدمة 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 هي على فكرة ترجمة لازم نشولها نلاقي لها كلمة تانية لانه بمكن ترجع الكلمة العربية للصدمة صدمة نفسية يعني ايه صدمة صدمة ولكن صدم في مثلا في عربية صدمت الأنواع يبقى آه فلازم نلاقي لها كلمة عربي تناسبها آه الأنواع عندنا أربع أنواع عندنا أربع أنواع للصدمة أنت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة ما بطلت يبقى دي هنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شوق قلب جال وجلطها لا قدر الله فالعضلة حتة منها بازت طبعا مش كل واحد جال وجلط عنده شوك الماس مش عايزها تفهم وغلق لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقى العين شوك لأن القلب كمطرمبة بطل فالضغط بيقى بطلت الأنساجة ما ترتويش يبطلت يبقى العين ده عنده صدمة أو شوك دي اسمها كارديوجينيك شوق دي مرة واحد مرة تنين لا قدر الله حادثة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقط دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقطت اتنين لتر ضغطي حيوقع دي هايبوفوليميك شوق اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث السيارات بعد الجراحات ايا نزيف جهة صدمي واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شوق لأنه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هايبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم كده نمرأ تلاتة قفلت عند دمه انا ليه سكة ماشي فيها جيت هنا وروحت قفل السكة بتاعتي الدم بييجي من الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف الثوفلي إلى الأزين الأيمن إلى البطين الأيمن إلى الشريان الرقم قفلت الشريان الرقم يبقى الدم مش هروح نعيد الشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرقم يبقى شوق اسمها اوبستركت شوق يعني شوق نتيجة قفلح زي لو حطيت مية حوالين القلب كان بضغط عادي انا جبت قلبي بيعمل كده حطيته جوا بلونة وعليت الضغط في المية في بلونة مش هيضر يعمل كده مش هيقطه فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع وبالتالي لعيني يبقى شاقط مستسأل حوالين القلب أو بمعنى أصاح البركارد الإفيوجيك بس وصل لمرحلة اه وصل لمرحلة كاردك ثمبونات يبقى احنا قلنا ثلاث أنواع مهمين جدا نمرة واحد كاردوجينيك عضلة قلب باسط نمرة اثنين نقص دم حادسة نمرة ثلاثة قفلت السكة زي جلطة رئة أو مية حول القلب بضغط عادي نمرة ربعة دي نقول فيها سبحان الله واللي ما يقولش سبحان الله يبقى عايزي تضرب في ناس كتير عايزين تضرب اعتقد لما يسمعني نحقول لك حاجة ايما كنت بشرح الحتة دي كان عندي واحد دكتور متياز ملحد لا إله إلا الله والله كان طبعا صعبان علينا كلنا اللي هو ينكر وجود الله لا إله إلا الله والله العظيم والله العظيم أنا بشرح الحتة دي قالت سبحان الله لوحده 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 قالت سبحان الله تقوله انت يا والله وتعجبت انه قال كده لأن فعلا الحتة اللي جاي دي النوع الرابع بقى من شمك تعاني دريسه كويس أنا قاعد معاك دلوقتي بتكلم قولي توزيعت الدم أنا عندي خمسة لتر متوزعين إزاي حتقولي الأمعاء رايح لها 15% انت مبتاكلش وللجلد الدنيا سقعة شوية التكيف حدكو حلو جدا رايح 3% والمخي لإني بفكر حيزيد الدم شوية آه والقلب وهكزر آه أنا سبتك دلوقتي وطلع تجري جري قولي توزيعت الدم تقولي تتغير العضلات هتاخد الجزء الأكبر لأنك بتجري والرقة هتاخد جزء كبير لأنك بتجري وعايز أكسوجين وهكزر طب نمت توزيعت هتتغير توزيعت الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش يقدر عملها غير ربنا سبحانه وتعالى آه مفيش لدوة ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعة دي آه وإذا بازت التوزيعة العاني بقى شقت آه لقيه الدم ماينفعش كله يروح حتة واحدة ماينفعش أوسع الشرعين في حتة واحدة يوم يبول الدم فيها والعاني يضيع ماينفعش أقفل كله فهي توازن بين حتة مقفولة وحتة مفتوحة عشان كده اسمها الديستريبيوتف شوق الديستريبيوتف شوق اللي هي شوق التوزيعة التوزيعة غلط بتحصل في أكثر من مرض زي اللي ياخد حقنة بنسلين وعنده حساسي له بتبوز الدنيا توسع حتة مفروض تقفل وتقفل حتة مفروض توسع ويالعين بقى شقت زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هيباتورينل سندروم اللي هو الفشل الكابدي الكلوي آه كل مشكلته ديستريبيوشن تخير تخير كل المشكلة توزيع توزيع ده مخاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن اللي عند الأمعاء ويتدفق وعندك كله وميروحش فيعمل كوارث ده يبقى عندنا أربع أنواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليمك نقص بكمية أبستركشن أفلت زيجة أو ديستريبيوتف اللي هي التوزيعة غلط هنبدأ بالأول هنا كارديوجينيك أحسن مثل الكارديوجينيك شوك أحسن مثل جلطة القلب انسداد الشرينيك تاجي انسداد الشرينيك تاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما يعرفش خلص طب ونعرف إحنا إزاي داخل عمليات يعمل زايدة وسنه ستين سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى نسمى حترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديم يعمل حاج جالك واجع في صدرك لا أي حاجة فممكن تبقى سايلنت كتير كتير جدا وممكن يجي لك المريض بعد كاب ينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لأن جاله انسداد الشرينيك تاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد حيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من ستين في المية من الحالات الألم ألم الصدر دي بتشير إلى انسداد الشرينيك تاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن السبحة الصدرية في نقطة بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جاز أو في منطقة البطن هنا بيبقى نوعه كأنه واحد قاعد على صدرك حجر أو سكينة لشان كاسما ذبحة صدرية أو حموضة يحس إنه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شوريان تيجي عاملين منظر منظر على المعدة لأن الألم هنا تمام وحموضة يبقى مكان الألم ضللني ونوع الألم ضللني لما يبقى هنا بيبقى سهل ولما يبقى حجر على سيء بيبقى سهل إنما ساعات يبقى أتابيكل وساعات المريد يفنم يضلل الدكتور يعني يقول له يقول له لا أنا حرفص القلم نجلي بعد أكلت كبدة وهو ألم هو ألم هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل القلم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس القلم بيجي والحرقان يجي لحموضة أنا شفت عدد تيبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص القلم بيقعد دقايق تلات ده بكلم عن الذبحة الصدرية مش عارة نستداد شو ننتجي دقايق تلت دقايق أربعة دقايق خمس دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهاي عشرين دقيقة يعني بيسمع في كدف الشمال عادة عادة بيسمع كدف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العرب كتير منها مووزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سيدرو نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي طيب الأكل ساعت لكن الأكتر من الأكل لحاجة ساعة لو شرب إزازة حاجة ساعة الألم يجيله ألم الذبحة الصدرية والناس يطمنوا تقولوا أصلها ساعة ويعمل التقلص في المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا أم أرسل حتى اللسان وحنوقف عندها يا أم أرسل حتى اللسان يا أم أرسل حتى اللسان كثيرا تبقى أنت في عربيتك وقف الإشارة تلاقي الراجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيده ناسدره وبعد شوية رح مكمل مع الإشارة بتطول ساعة بتعطره بساعة تلاقي يكمل ده زبحة صدرية اللي هو أوقفه الألم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شوفتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي تقوم الساعة تديق علي الساعة دي تديق علي أو مقف أفك الساعة وحطها في جيلي وكمل ماشي تقول لأ ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خدناهاش دي طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد فبيقف هو بيتيق له ونفكس هو وقف خلاص بدل ما بوقف الألم بيروح الأرسل تحت لسانه هو قصع نتكلم عليها لأنه ممكن كده يضل للدكتور يضلله فيه ألم كتير جدا يحط تحت لسانه ويروح الألم زي الحالة النفسية واللي عنده كارديا كنيروزس لما بتديه القرص اعت لسانه بيروح فمش عايزين دي كقارينة طب نيجي من سداد الشرين تيجي اللي ما عملش شاك اللي هو ألم قلنا زي الزبحة بالظبط ما عدم الألم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاعد يهو مرتاح الألم طول الألم شديد جدا سفير نكلمك واحد في التليفون يا إيمن أنا أبراهيم أنت أبراهيم مين يا عم الحج أنا اللي عجلي بالزبحة الصدرية أخبارك إيه يا عم إبراهيم والله الألم يا دكتور جاه لي وأنا قاعد مرتاح يا دكتور أيمن الألم شديد قوي يا دكتور أيمن الألم طول مش متعود عليه تروح سأله السؤالين عرقتي عم إبراهيم طرشتي عم إبراهيم حبعت لك الإسعاف في عمور معين. لازم نساعدة. لازم نساعدة. لدي الخمس حاجاتها. اه. القيء والعرق. ظاهرة مش حلوة اطلاقا في قلم الصدر. وده بسرعة على المستشفى. بسرعة شديدة جدا. لان دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق. لو خد الدوة اللي بيدوه بالجلطة بدري. مشكلة امتهت. لو دخل اسطرة بدري. المشكلة امتهت. انما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش. طب حاجيلك البيت. لا ما تجيش البيت. اه. 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 العين بيزعل. اقول له ازعل. يقول لي طب انا تعالي عشان تقول لي روح للمستشفى. اقول له لا انا بقولك من دلوقتي. الوقت ده اخسارة. فهو يروح على المستشفى كده. انما ده احد المظاهر لانسداد الشران تاجي وهو الالم. المظهر التاني خلت ضربات القلب. واحد قاعد في امر الله يتفرج على التليزيون مع ولاده وفجأة يلاقي قلبه. ما الله خبط. سواء رفرفة قوزانية زبزبة قوزانية اي ف. او السرعة تصارع شديد جدا. اي حاجة بدهول قد تكون انسادات الشران تاجي. مه. جت بصورة اخرى وهي صورة الايه اختلال ضربات القلب. الصورة برضو المشهورة جدا جدا. فجأة. هو بوت في القلب. مه. اقول لي انا قلب اقولك القلب يا ليمين ايه الشمال. مه. ازا كانت الجلطة في العضلة اللي فى الشمال حيجيله بصورة نهجان وكحة ورغاوي طلع له هبوط جهة يسر جهة يمنى قصة ثانية خلص بقى أوردت الرقابة منتفقة الكبد منتفقة شوية فيه أصوات معينة على السلاسي فحسب يا طرق الجلطة جاد شمال ولا يمين تعمل هبوط هبوط في الجهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرقاة اللي احنا نسميها مية في الرقاة يعني العين بيطلع رغاوي رغاوي إذا كان يمين كويس اليمين اللي اخبطني مع جلطة الرقاة مع البرمير يمبوليزم الرايت انفاركشن مع البرمير يمبوليزم ونادر الرقاة هو الرايت انفاركشن نادر؟ لا مش نادر الكتب كانت تقول انه هو أقل كان أيمين يقولك جلطة عن شمال لا خالص مش نادر خالص خالص فده حسب أني شوريان اللي تقفى اليمين ولا شمال لو كانت فأدي أحد الصور أو لا قدر الله يكون موت فجائي الموت الفجائي أحد أسبابه انسداد شوريان نتعرف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا أي واحد مثلا من أسرة سيئة السمعة في القلب الأب عامل قلب مفتوح والأم حتى دعمات والأخ جاله كذا ده يمسكه ولازم يشوف نفسه كويس جدا أو بقى يجيله شوق الشوق اللي هي هتبقى كارديوجيني شوق اللي هي دي من أخطر أنواع الشوق اللي هي العضلة مش قدر تطلع الدم لأن فيه جزء عطل فالباقي مش قادر جزء مات مش عايزين نقول مات لأن جزء الحق هو زي الضفضاء الضفضاء في الشتاء تقول عليها ميت وهي صحي فهي بتبقى جزء قاعد نرتاح كده لكن حنحركه لو فتسلكناه ده في الشرية دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا أيما لما يجوا بدري خشوا القسطرة يسلكوا وبيقوا زي الفل أو ياخد الدو الدو اللي هو بيفك الجلطات بس المهم بسرعة السرعة دي ساعات ألاقي إحنا في المحور وقفلين وعربية إسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا كل واحد بيفكر إنه يمشي وراه ده ده الإنسان الوحش أوي أسوأ الناس أول حاجة والله تعلمناها أما سافرت بره أول حاجة تعلمناها إزاي تفضي الطريق لعربية إسعاف تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق العربية إسعاف عشان تعلم الناس يعني إنت لما تيجي تروح إنت جاي هنا وجاي مين واقف واللي بعديك يعمل كده بتشيب الشمال ده وره ده وره ده حتلاقي الشمال الفضي أو الحتة اللي متعلمها بأصفر على اليمين ما حتشي مش بيها فبيقى صعبانا جدا عليا جدا العين ده لو وصل بدري هيقعد في وصل ولاده إنما التأخير ده خطير جدا يا حبزة بقى لو نعالج المريض بتاع جلطة القلب فعربية الإسعاف آه طبعا ده ده المحترفين بقى أوي يدوبل الجلطة فعربية الإسعاف تبقى هيلة تشخص صح عمل المعامل كلها عمل رسم القلب وخد العلاج يوقفوا المح ما روقفوش مش هتفرق معها بقى ده القلب في حالة ثانية في القلب احنا كده خلصنا آه كتير آه بس ده الأمثل ده الأشهر الأمثل آه ده كارديوجينيك ده كارديوجينيك حايبوفوليميك بقى ده سهل جدا جدا بس نلحقه برضو بدري لماذا لو واحد فقط جزء كبير من دمه حيبتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو يدي الدم مش هتصلح حتى لو يدي الدم مش هتصلح فلازم يتعالج بدري جدا ست متولد نزيف شديد بسرعة جدا لازم عنده تصل إلى اللي انت عايزه عايز تشيل الراح مشيله بس انقص حاتها لان لو سبتها فترة ضغطها هواتي كتير قوي حيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا اي دكتور في الدنيا يقدر عليها فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جدا حوادث الصغيرات لازم يرجع على المستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم ونصلح له ضغطه تصليح الضغط ده بيبقى بيبقى أكثر من طريقة يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوجينيك شوك لما القلب بيهبط كده فمفيه أدويات علي الضغط لكن فيه منوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا هو قلب ضعيف بيعمل كده يقوم يدوبك يطلع القلب فوقيه طيب منازوق اللي فوقيه ده اللي بقيت الجسم هحط له بلونة في الأورطة أول ما الدم يطلع تتنفخ لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم انتر أورطيك بالون أكا وانتر بلسيش دي رائعة رائعة يا ما أنقذت حياة الناس لما يجي لك شقد شوف الأدواء ما نفعتش نركب بالونة على طول بالونة في الأورطة كأنها قلب مساعدة قلب بتساعد آه كأنها قلبه مساعدة فدي كويسة جدا 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 فحالة التانين اللي هي واحدة ستة ولدت وكده تصرف بسرعة جدا اوعى تتأخر بسرعة طبعا الدم هو الأساس تعويد الدم من فصلته طبعا ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك النوع التالت الابستركشن ده الانسدادي الانسدادي اه اللي هو زي جلطة الرقة الدم طالع من اليمين لا السكة مسدودة ما رحش الشمال ضغطي واحد لان مفيش دم في الشمال او قليل فده طبعا بني ديله أدوية بسرعة جدا تدوب جلطة الرقة جلطة الرقة عايزة قعدة يا ايمن كاملة لابل هورا اليمبوليزم ده موضوع كبير عايزة قعدة كاملة لانه مهم جدا 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 ومنتشر لا ده منتشر جدا يا نهار ربي بسموه للأساس ومن الحالات اللي ما بتشخصش عشان كده العلم حطله قاعدة حلوة جدا يعني بفضل اكررها حتى وانا بتكلم عن المرارة طبعا انا مخلي بالك لابل هورا اليمبوليزم بتعليج عشان يفضل الواد بتاع كل الطب تخرج بزيه انت تعالج بالاشتباه بالاشتباه انا انت حفظت بالاشتباه اول ما تشك عالك ما تستناش لان الانية دي تساوي بساتين حياة بساتين بالطول فدي بالاشتباه طيب بتيجي في مين في ناس محدودين اللي رأت رجلين ما بتحركش فده خطير جدا بيحصل جلطات في الرجل والأكتر من الرجل الحوض الحوض أكتر من الرجل مليون مرة وتتحرك تروح على الرئة تقفل الدنيا وتعمل مشكلة كبيرة عشان كده كثيرا من الناس اللي نويين يعود ومعندهمش اي موانع لمسيلات الدم بنيعمل كده أقول لك الرجل اللي حيرقوا يتسير ادي له بقى هبارين من الأول أي مشتقط منه يعني عشان أنا خيب علي طب في موانع الهبارين خلص خلص هو نصيبه كده لا أنسى واحد ده خلنا ايمان كان زمان يعني من 10 15 سنة كده خط خبطتين في دماغه فبقى شكت عدنا نشتغل فيه شغل شهر والله كل ما تحايل على جراح المخ والأعصاب اللي عمله والعمل هو تخبط هنا خبطتين معروف جدا عندنا في الأصر عيني الرجل ده فأبو شئدة الرجل أنا خايف عليه من جلطة رأي يقول لي ايه هو هتضوص شغل مات بجلطة رأي اه احنا كنا متوقعين مع أنه عمل عمليات والله شغل جبار ومات بجلطة رأي لأنه هو أول ما فتده يتحرك طلع الحمام وقعه اه اه الأميرة ديانا معتت ببريكارد بريكارد كثير يقول لك أنا يا دكتور أنا بدوخ أنا بدوخ يا دكتور أنا بدوخ الحقوني تلاقيه أنكشس جدا جدا وده نعمة من عند ربنا انه حاس زي بالظبط نسيب الجهاز الهضمي عيني بيبقى قلق جدا حاسس ان حاجة بتحصل وهدي نعمة من ربنا انه هو بيفق الدم فكل ما الدم مقل حجمه وكل ما بقى كده لحد ما يبقى شاقط دي النوع اللي هو هايبوفوليبيك النوع بقى الثالث بتاعه سبحان الله الديستربيوتف اه ايه بقى المثل بتاعه الجيد جدا جدا هباتورينالسندروم اللي هو الفشل الكابدي الكلوي اه كنت مرة في محاضرة فمقول هباتورينالسندروم اول كلمة اقول ازرير ديزيز مرب نادر فعلا يعني اه لقيت واحدة قيمة كده قالت نعمة نشوف اليوم في الاسبوع عشرين واحد قلت لق دي لازم تتعلم بقى لازم تقول هل هناك فرق بين فشل كبدي زائد كلوي الابنين جمع ده كل يوم ده كل يوم ده زائد ده ده زائد ليه كثير من الناس عندها تلقى في كبت وكيف حصل فشل كبت اه وعنده تهب في كيف عنده سكر بوض جالك بالاتنين اه انما الفشل الكبدي الكلوي لا هباتورينالسندروم وضوع تاني خالص ده الاتنين بوض في وقت واحد بعامل حنتكلم عليه اللي هو بوض الدورة الدموية اه ده فساد في الدورة الدموية وليس فساد في الكبد ولا في الكلا ده فساد في الدورة الدموية انتهى هذا الفساد بان الكلا افلت شرعينها خالص منعت البول اعا وخلي بالكم في التعريف لطلبة الطب الهباتورينالسندروم في اخر التعريف ده وزاوة بريفياس رينالزيز برافو ده لو في شوية دم في البول ما بقاش هباتورين اه بقى مرة لا هقولك دليلين بقى الهيباتورينيالسندروم اكله سليمة تماما اكله سليمة تماما بس افلت بالمواد اللي طلعت خلت الاوعاد ده ما هي تقفل احنا قلنا الديستريبيوشن باز تمام طب الادلة لو الراجل اللي قدر الله مات وخدت كلوة وزرعتها الواحد يعيش كواس جدا جدا احلى كلوة بنخدها من الناس دول لو طبعا موافع يعني اه نمرة اتنين لو زرعته وكبد يرجع فرود الكلة 100% يرجع فرحته كلها ترجع فكلوة سليمة 100% ولكنها قفلت الشرعين جدا طبعا احنا مكلم على الاوقات الاولى فمنعت قللة البول وغيرت في الصوديوم والبوتاسيوم وكلام وعملت الهيباتورك اه الفشل الكبدي الذي يؤدي الى فشل الكلام في حاجة انيا السيبسيز اللي عنده ميكروب في الدم بيبقى نفس نوع الشق اه اللي هو ديستريبيوتيف شق اه فدخلت ميكروب في الدم تعويرة وتقيحت اه جراحة وبقى كنت قط العمليات مش نظيفة فبتحصل السيبسيز ده او التلوث بيحصل معاه شق خطير جدا 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 نوعه ايه ديستريبيوتف طيب افرد خدت عين الدم ايمن عين الدم من واحد لقيت فيها بكتيريا تعدي من الامعاء للدم يبقى انت مبتدي كارديوجينيك شوك انت مبتدي صدمة قلبية من جلطة في الاراقة ويموت بالسبتك شوك دي ترانس لوكيشن اللي هي البكتيريا نقلت من الامعاء الى الدم دي طبعا ده ممكن يعني يخلي يعني بعد اسم حضرتك واحد جاله جلطة في الالب اه درجة حضرتك بترتفع شوية يقولك بيوروجينيك ريأكشن طلعت جزء من الالب مات بروتين 48 ساعة وعيالي التاني لا بقى بلاش كده يقولك اي عين شغط حط انبوبة وحطه الانتيباطك من غير ما يسخل ايوة عقم الامعاء عشان الحركة دي اه عشان ما يطلعش بكتيريا بتاعتها للدم صبتك قديمة وضوح حديث جدا وجميل جدا جدا وبينقذ الناس كتير جدا من الوقتي اه عارتنا فرد الله يحفظ شرف كبير لنا هذه زيارة استاذنا سيد دكتور حسين موافق كان منيرا كعادته في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور